في مفاجأة صارخة جدا من كام شهر قرينا خبر افتتاح معرض الفن التشكيلي لنصير شمة في البداية افتكرنا خطأ صحفي يعني هما قصدوهم مثلا حفلة احتفالية او نصير تاني غير نصير شمة الى ان تأكدنا انه كان معرض حقيقي فيه لوحات مستخدم فيها خامات مختلفة معرض فني تشكيلي لنصير شمة اللي ما كناش نعرف ابدا ان هو له علاقة بالفن التشكيلي عندي في القاهرة اكثر من مئة لوحة ما معروضة ما حد شايفها بدأت بالتسعة واثمانين بديت ارسم نتيجة حادثة حصلت لي وما قدرت اعزف كنت فترة ما قادر اعزف فحاولت طاقتي الى الالوان حادثة يعني ايدك تبقزعت لا حادثة عائلية حصلت حكينا فيها مرات سابقة اه 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 اصرت نفسيا فما قدرت اسوي اي شي وكان اجواء ما مشجعة حولي فبديت ارسم في هذاك الوقت وظلت من تسعة واثمانين هاي الفكرة موجودة تروح وترد هاي الاعمال من المعرض الاخير رؤية وحياة فبالثورة اللي صارت 2011 بمصر حصلت لي نفس الحالة ما كنت قادر اعزف لانه كنا للصبح بالشارع نحمي المناطق تذكري هاي الايام انا اتذكرها طبعا بس اكتش عافة انك كنت هنا في القهيرة كنت في كل الفترة هنا وعندي جلري ما ريش ماش وما سافرتش لا ابدا شون سافر حتى من يكلموني من اصدقاء من دول فورا نرتب الامور وتجوا انت والعائلة قلت لهم احنا بالسراء والضراء معقولة انا اترك الان اترك مصر بهذه الظروف مستحيل حتى لو نموت فيها وبقيت مع المصريين تاكيد وطلعت فبهاي الفترة بعد ما انتهت الاحداث والتظاهرات والاشياء لانا عندي جلري في عابدين ارسم بي ما حد يعرف بي بس تفتح الشباك ما تشوفي اي شي من القاهرة غير قصة العابدين بس وده اجار ولا ملك اجار للأسف اصدقائي ما حصلش لا فعلا ما تشوفي اي شي بس تفتح الشباك بس تشوفي القصر بالكامل اجمل مكان على القصر تحفل مطل فبديت اريد ارجع للموسيقى وايضا متكلبش ما قادر رحت للجلري بديت ارسم 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 كم يوم ورجعت بعدين ايضا فيها فيها نشارة العود كل اللوحات فيها نشارة العود احسن ما نرميها صرت اصويها خلطة واعيد وضعها على الكامبس على القماش ولذلك هي هاي كلها هاي دكتورة ايناس وكل الاصدقاء ولينا وكل الناس هاي اللي حاضرين هاي دكتورة ايناس عبدالدائي طبعا وهذه الاعمال كلها من نشارة العود يعني النشارة العود مش ترني انا ما خليهم يرموها اخذها سويها عجينة انت طبعا كنت تستخدم اي نشارة اخرى بس انت بتكتكمل الدائرة وايضا كل لوحة هي مقام فحولت كل عمل كل لوحة عندها لون يعني مثلا من نقول مقام الرست عندها دليل اللوحة مثلا فن نعتبر هاي معلش اصبك ده احساسك بشكل المقام ولا ماتماتيك لي برضو ما هو لكل لون طيف فانا تخيلت انه 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 الطيف ده موجات احساس هاي احساس مش رياضيات لا مش رياضيات لانه هذا يعني مثلا كل واحد يشوفه هذا النوع من الفن غير الفقر غير انه ترسم حصان او شخص او شغلات ملة بعد ايام تملة بس هذه الاعمال كل ما يتغير الضوء بين الصباح للمساء انت تشوفيها تتغير مع مزاجك ومع درجات الضوء وتشوفيها بطريقة اخرى لذلك تحتاج عشرة العمل الفن الحديث يحتاج عشرة كتير غير الاعمال الواقعية بس كان محتاجة برضو يعني تفكير او جرأة عشان تقدم على عمل معرض يعني في نهاية انت عندك اسم جبر عفو ده عصيت في العود هو كان مخوفني هذا الموضوع جدا لحد ما صرت ارسم كتير بفترة الكورونا هاي الفترة ال كنت وحدي في مكان في ابوظبي ومنع السفر وبقيت وحدي تماما وحدي فما عندي غير الالوان الكامفس والالوان القماش والالوان والعود والكتب تشجعت وقررت ان اكمل في هاي المغامرة اللي مدروسة انا اعتبرها خلينا نقول ان هو في حالة يعني امتاع وابداع مكملة لابداع العود يعني مش قادر اشوف انه في خط فاصل او او لا تشبه الموسيقى هي تشبه كل لوحة لها شخصية مثل كل مقام في الموسيقى